حدثته نفسه بما ستشهده بلاده توقع وأصاب التوقعاته إلا أن بعضها كان مثيراً للجدل تحدث عن أرض ستحرر وتصعيد بحزب لبناني عريق وتقسيم لا مفر منه توقعات صادمة للعراف اللبناني مايك فيغالي بشأن الأشهر الأخيرة في العام 2024 وتنبؤات عن الحرب القائمة بالجنوب اللبناني متى ستنتهي وكيف وإلى أي مرحلة ستنتهي تلك الأزمة مع التصعيدات المتتالية بشأن أزمة شرق الأوسط وتداعيات التي يشهدها لبنان ظهرت توقعات صادمة من عدد من العرافين لكن التوقعات التي أعلنها العراف مايك فيغالي تظل هي الأخطر كشف فيغالي عن توقعاته بشأن لبنان قال إن لبنان هذا العام غير كل السنوات الماضية وإن ما سيشهده لبنان لم يكن متوقعاً حيث سينتشر الدم ومن ثم نهوض وتغيرات سياسية ضخمة قال العراف اللبناني إن جنوب لبنان سيظل متصدراً لعناوين الأخبار العالمية لفترة طويلة ولعل ذلك يكون متاسقاً مع ما يشهده جنوب اللبناني من أحداث ضخمة على خلفية التصعيدات العسكرية بين حزب الله اللبناني وبين الجيش الإسرائيلية وبالحديث عن الحزب فقد توقع فيغالي أنه سيحدث تصعيد خطير من حزب لبناني عريق إن لم يكن من أوائل الأحزاب التي نشأت في لبنان ويكون على حق دون أن يصرح باسم الحزب المقصود الشمال اللبناني سيكون هو الآخر له نصيبه من لفت الأنظار وذلك بسبب تسوية خاطئة بحسب العراف اللبناني أما عن أكثر التوقعات التي قالها غموضاً هو تقسيم تحدث عنه بغير وضوح حيث اكتفى بقوله إن هناك تقسيماً لا مفر منه وأيضاً تحدث عن منطقة الجليل وقال الجليل لبناني العراف اللبناني أيضاً تحدث عن ثمن باهظ سيدفعه لبنان وفتنة طائفية ربما تلوح في الأفق وأن إحدى مستشفيات لبنان ستشهد جمعاً غفيراً يصلي خارجها توقعات ربما تصدم كل من يسمعها فمع التوترات الحالية والتصعيدات العسكرية التي فرضت نفسها على دول عدة بالمنطقة يسقط المرء منا في براسن التفكير إلا أن ما أعلنه من توقعات أخرى تخص دولاً بالمنطقة كسوريا والعراق والأردن يزيد الحيرة والقلق العراف اللبناني توقع تغييراً كبيراً على الصعيد الجيوسياسي والإداري بسوريا تنبأ أيضاً بسيناريو تقسيم سوريا ولكنه قال إنه سيتم الحديث فقط عن التقسيم ولكن لا التقسيم في سوريا بل ضم كافة الأراضي الخارجة عن السيطرة أما عن الأردن فقال العراف اللبناني إن عاصفة سوداء تتحضر للأردن وتوقع في غالي أيضاً تغيير اتفاقية السلام التي تجمع بين الأردن وإسرائيل قال إن ولي العهد الأردني سيكون في وجه العاصفة لكن الملكة عبد الله ودستور الأمة هما المرجع الأقوى العراق أيضاً كان ضمن الدول التي تحدث عنها العراف اللبناني في توقعاته ولعل أبرزها عودة الصدر إلى الواجهة وحادث غامض بالسفارة الأمريكية بالعراق سيجعل الجميع خارجها لأمر مروع لم يكشف عنها